محادثة التي شملت مجمل القضايا المطروحة في المنطقة سواء كانت المنطقة العربية أو المنطقة الإفريقية والتحديات التي تواجهنا إقليمياً ودولياً خلصت إلى التوافق توافق تام في الرؤى ووجهات النظر وإلى ضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيداً للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر والتي أسعى مع أخي عبد الفتاح السيسي والإخوة القادة العرب إلى إحاطتها بالأسباب التي توفر أرضية مشتركة للوصول إلى التوافق التوافق الذي نأمل إليه والانطلاق في عمل عربي مشترك بروح جديدة تقوم على تغليب القواسم الجامعة الموحدة وعلى ضرورة إدراك ومجابهة التحديات ضمن السياق العالمي وما ينطوي عليه من أجندات علنية أو خفية هي في الغالب ومع الأسف لا تخدم طموحتنا المشتركة اشتركوا في القناة